قام النادي الأهلي بتعديل عقد حارس المرمى مصطفى شوبير مادياً بعد الأداء المتميز الذي ظهر به الحارس في الفترة الماضية بعد إصابة محمد الشناوي وذلك بهدف تحفيزه على الاجتهاد حيث ينوي الأهلي الاعتماد عليه بشكل أساسي وذلك خوفاً من احتراف الشناوي بعد العروض المقدمة إلى النادي الأهلي من مقبل نادي النصر السعودي إلي ضم محمد الشناوي عقب نهاية الموسم الجاري وقدمة ويجان الإنجليزي عرض للأهلي لضم الشناوي إليهم وهذه العروض تصيب قلق النادي الأهلي والجماهير